أقل من عامين يفصلان الولايات المتحدة عن التربع على عرش منتج النفط في العالم وفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي أشارت إلى أنها ستتخطى إنتاج كل من السعودية وروسيا بحلول عام 2015 وهو الأمر الذي سيجعلها قريبة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل اعتمادها على إمدادات المصدرين وتقلبات الأسواق في كل مرة نتعرض فيها لتقلبات السوق فإننا نجد طرقا لاكتشاف مصادر طاقة جديدة هناك مناطق في الشمال الغربي تحتوي على احتياطات مهمة من اللفظ والغاز لم يتم استغلال وبعد الطفرة الأمريكية في مجال الطاقة لا تعني بالضرورة انفصال الولايات المتحدة عن أسواق النفط العالمية إلا أنها ستمثل تحديا للمصدرين الكبار في الشرق الأوسط إذ أن الانخفاض المحتمل لأسعار النفط سيصبح دون المستوى الذي يجعل انتاج النفط الصخري الأمريكي مجديا اقتصاديا لأسباب أولها ارتفاع تكلفة انتاجه التي تصل إلى 70 دولار للبرميل الواحد مقابل تكلفة لا تتجاوز 6 دولارات للبرميل في الخليج الطفرة الأمريكية ستؤدي إلى تقوية علاقتنا مع دول مجموعة أوبيك لأننا سنتقاسم معهم تصدير النفط والغاز الطبيعي لعدة مناطق في العالم بيد أن الطفرة الأمريكية ستكون ضرفية بحسب وكالة الطاقة الدولية إذ أن انتاج حقول النفط في تكساس ونورد داكوتا سيبدأ في التراجع بحلول 2020 ما سيؤدي لعودة الطلب على نفط دول أوبيك يضاف إلى ذلك الشكوك حول استمرارية طفرة الانتاج في الولايات المتحدة التي تواجه قيودا في البنية التحتية وقيودا تنظيمية وبيئية رغم الطفرة الأمريكية في مجال الطاقة إلا أن ذلك لن يؤثر بشكل جوهري على أسعار النفط فالمدى المحدود لاحتياطيات النفط الصخري الأمريكي يجعل من نفط دول أوبيك أساسا تابتا للطلب العالمي إلا إذا توفرت بدائل متجددة عن مصادر الطاقة التقليدية محمد الأحمس خينيوز عربية واشنطن